اشتركوا في القناة للراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة استحقاقا لجهود سموه في مجال العمل الإنساني والمبادرة الإنسانية والخيرية وعلاوة على ذلك كله الحب الشعبي الذي امتد من الكويت إلى جميع بقاع العالم أمير الإنسانية قدم جملة من المبادرات منها الإسهام الفاعل لدولة الكويت بتوجيهات سموه في إعادة إعمار الدول المتضررة جراء النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية بل طالما كانت الكويت على الدوام في طليعة الدول المانحة كما تم تقديم القروض الميسرة للدول المحتاجة والاستجابة للطوارئ الإنسانية واستضافة عدة مؤتمرات للمانحين والوقوف إلى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف عن معاناتهم على مر سنوات طويلة أمير رأى أن مساعدة الآخر أولوية والسلام عنوان لكل المراحل لم يتدخر جهدا لأجل نجدة تم طلبها على امتداد الدول العربية والإسلامية والعالم ليضرب بذلك أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتي أكسبت دولة الكويت السمعة الطيبة والمكانة العالية الإنسانية أبرز سماته وفي مقدمة أولويات أجندته حيث أن اختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني لم يأتي من فراغ وإنما عرفانا وتقديرا من قبل الأمم المتحدة لدور دولة الكويت حكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف عن معاناتهم أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أسس مفاهيم جديدة في العمل الإنساني وكان مثالا يحتدى به في خدمة شعوب الأرض وستبقى سيرته العطرة منارة يستهدى بها في العمل النبيل لأجل الإنسانية ومستقبل الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر